حدوث يتنوب حاجات حديثة عديدة عن شكل الإجتماعي وإسم الله مش عرضاته سابسي وزير ملقيب من زر بعين وقت سابسي سابسي حبيبنا سابسي شكرا سابسي شكرا سابسي المراتب بكله يعني من البداية للمتيلة بس فضل السترش المدينة اه اللي فتن بان شاء الله بقى خطفة جاية هم نتضبطونهم بشتنة جاية لان احنا مجينا لابني مساحة كبيرة احنا ما خطبناش نداية عشين هم اخر كبيرة بما خطبناش ناخد من الحمام والمالبص مكانش طبعا فيه حمام والمالبصات نشأنا في التجاه الثاني فالس عشان مراتب 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 فحضرتك يمكن احنا كبير بعيون مؤسسة مع الخير طبعا هي اقتور المؤسس الوحيدة اللي اهتمت من مجوع اخر صعيج انا راهت معهم حضرتك يمكن مجوع وقرأ انا عارف صعيجي ونكنش عارفها فين يعني راحوا الاستهدف ومناطق فعلا محتاجة يعني زي المكان اللي احنا فيه حضرتك في اسماء بصراحة مكناش عمل كساويات مو بتشعرف عنه خيرون ما استهدفوه ومشكرهم حاولين موصكم ويشكرون حرامكم خدس 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 طبعاً احنا متوجدين في مركز ومدينة الوقف لمحافظة جينة طبعاً بنشكر مؤسس الصناع الخير المؤسسة طبعاً الكبيرة والعظيمة اللي هي بتدعم قرى ونجوع الصعيد الأقصى احتياجاً والنهاردة يمكن كنا في يعني الواحد كان سعيد جداً انه شاف زي مجهود مؤسسة الصناع الخير والقائمين عليها طبعاً نهاردة يمكن اخواننا كان عندهم مشكلة في كانوا طبعاً فاقدين للبصر قامت طبعاً مؤسس الصناع الخير بعمل عمليات ويمكن هما ثلاثة هما ثلاثة يمكن فيهم واحد مش متوجد معانا حالياً مؤسس الصناع الخير قامت طبعاً بزارعة قارانية ودي من العمليات الصعبة والمكلفة جداً تكلفت بيها صناع الخير لثلاث أشقاء طبعاً بنشكر الأستاذ مصطفى زمزم والأستاذ محمد عبدالعظيف الصغير على المجهود العملو مع أخواننا دول الحمد لله بعد زراعة القارانية بدأوا ان شاء يعني يشوفوا وبدأوا طبعاً بصرهم يرجع وان شاء الله طبعاً ما اكتفتش بك المؤسسة بعمل زراعة القارانية لإخواننا دولا ولكن قاموا برضو بتطوير منزلهم زي ما انتم شايفين كده كان طبعاً يمكن احنا يمكن احنا يمكن احنا لما كنا متواجدين جبل كده كان طبعاً المنزل غير آدمي بالمرة مؤسس الصناع الخير جامد بتطوير المنزل على أعلى مسؤولة زي ما انتم شايفين وفرشت وكل حاجة طبعاً احنا بنشكرهم وان شاء الله ربنا وفقهم وكملوا المسيرة اللي بدأوها في نجوع وقرى الصعيد بنشكر مرة تانية لأستاذ مصطفى زمزم والأستاذ محمد عبدالرطيف الصغير وبنشكر السيد لواء محافظ جنة اللي هو جفتتح المنزل النهاردة وبيتابح حالات اخواننا دولا الأشقاء التلاتة باستمرار وبنشكر الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضاوم الاجتماعي في جنة برضو على المجهود الرائع الجامبي في جنة ويبكن الناس بتشهد له ان هو فعلاً بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة تحياتي لكم وربنا وفقنا ان شاء الله في عمل خير جميعاً تحياتي لكم في عمل خير جميعاً